السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دراسة والمعرفة الدرس ديال اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية الالفابي دو فخونسي الحروف الابجادية الفرنسية لدياليوم هنشوفو الالتخ اش حرف اش وقبل من بدأ الدرس هنأكد لكم على قاعدة عامة في اللغة الفرنسية هو ان حرف اش ما تنطقاش كنكتبوه وما تنطقاش اذا هنشوفو اش ماجي سكيل وميني سكيل ومن البعد نشوفو اش متنضيفو لاليف ويال كيفاش قد تقرأ اش ماجي سكيل اذا هذي اش ماجي سكيل كيخسيف اش كبيرة بالكتابة ديال الطبعة كيخسيف يعني الكتابة ديال الطبعة الكتابة اللي كتلقوها في الكتب وفي المجلات والقيصاص واللي كتلقوها في ليفر اش ماجي سكيل اش ماجي سكيل احتى هذي اش كبيرة ولكن هذي اش ماجي سكيل سكيبت يعني الكتابة اللي كنكتبوها بيدينة في الدفتر الكتابة ديال يد وقتا شنكتبوه اش ماجي سكيل او لا الحروف الابجة ديال فرنسية عاماتا الالفابة ديال فرنسية كنكتبوها ماجي سكيل اش صغيرة هذي احتى هي الكتابة ديال الطبعة اللي كينا في الكتب واللي تلقوها في ليفر واكتر يا الميني سكيل هي اللي كنقروها وتنكتبوها بالسف الحروف الصغيرة حيط الحروف الكبيرة الماجي سكيل كنكتبوها غير في بعض الحالات كيف ما قلت لكم ولكن الميني سكيل هي اللي تنقروها وتنكتبوها بالسف اش ميني سكيل اش ميني سكيل هذي احتى هي اش صغيرة اش ميني سكيل سكيبت هذي الكتابة دياللي كنكتبوها في الدفتر وهذي كذلك هي اللي غنكتبوها بالسف وغنقروها بالسف حيط الميني سكيل كنستعملوها اكتر من الماجي سكيل أش ميني سكيل والآن هنشوفو أش متنضيفو على ليفويال كيفاش قد تقرأ كنت شرحت لكم في الفيديوهات اللي قبل شنهما ليفويال أ إ أو إ أ و إغ هادو عندهم الدور ديال الشكل في اللغة العربية بحل فتحاول كسرة والدمة را كنت شرحت لكم هذا في الفيديوهات اللي قبل إذن هنشوفو هاد ليفويال متنضيفوهم على أش كيفاش تنقرأوها أش بلويس آ آ إذن أش بتنضيفو لها لفويال آ كنقرأوها آ لاحظوا معايا وركزوا معايا أش بتنضيفو لها لفويال ما كنقرأوهاش كنقرأو غير فويال اللي حداها ولكن أش ما تنطقوهاش سنبخنونس با سنبخنونس جامي في الفرنسية أش ما كنتنتقش كنكتبوها ومتنقرأوهاش إذن أش متنضيفو لها أ ما تنقرأوهاش ها خاطأ تنقرأوها أ أش أفك أفك أ أش فليس أو أو إذن أش متنضيفو لها أو ما تنقرأوهاش هو لا كنقرأوها أو ما تنطقوش أش كنقرأو غير أو اللي حداها أش أفك أو أو أش فليس إي إي أش أش فليس إ إ أش متنضيفو لها إ تنقرأوها إ دائما أش ما تنطقوهاش أش تنكتبوها وما تنقرأوهاش أش أفك إ إ أش فليس إي إي أش مي كانزيدو لها إي كانقرأوها إي ما تنقرأوش إ دائما أنا الدرس كله وأنا تنكرر لكم أش كتكتب ما كتتقرأش سنبخنانس بخنانس أش بلس إ إ أش أفك إ إ أش بلس إي إ إ إ بحالها بحال إ عندهم الدور ديالكسرة في اللغة العربية إذن إي إي ما تنضيفوها لأش تنقرأوها إي ما تنطقوش أش كنقرأوه إي 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 تنقرأوها إي إذن أش ما تنضيفوها إي كنقرأوها إي إي أش أفك إغراج إي من البعد ما شفنا أش كيفاش تتقرأ معالي فويل والآن غنشوفو أش وسط الكلمة كيفاش كتتقرأ لاغيكو فير لاغيكو فير هي لاريكو هي الفصول هي الخضراء هي اللوبيا الخضراء إحنا تنقلو لي بالداريجة لاريكو إذا لاحظوا معي الكلمة الأولى لاغيكو لاحظوا كينا أش وحدها أ ولكن ما قريتهاش هاغيكو لخطأ لاغيكو أش مكتوبة ولكن ما نطقتهاش نطقت غي أل لاغيكو أش ما تنطقتهاش لاغيكو فير أوبيتال أوبيتال مستشفى سفيتار هو بالفرنسية أوبيتال إذا لاحظوا معي أو كينا حدها أش ولكن ما تنطقتهاش هوبيتال لا خطأ تنطقته أوبيتال أش سنبخنانس با أش ما تنطقوهاش تنكتبوها ولكن من تنقره الكلمة ما تنطقوش أش تنقره غي الحرف اللي حداها أوبيتال مستشفى إيبو 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 هي بومات هي البومة إحنا تنقولوا لا بدرجة بومة أو لا موقة نوع من الطيور بومات اسمتها بالفرنسية اسمتها بالفرنسية إيبو إذا لاحظوا معايا أش حداها إي ولكن ما قلتش لها إيبو لا خطأ سنقره ها إيبو وخاكي نقاش ما تنطقاش كنقره غي الفويل اللي حداها إيبو بومات إينيستواغ إينيستواغ قصات إيستواغ هي القصة أو لا حكاية أو لا رواية أنا أعطيتكم هنا مثال دي القصة للأطفال إينيستواغ لاحظوا معايا هنا أش حداها إي ولكن ما نطقتش أش ما تنقولوش إيستواغ لا خطأ إينيستواغ هاديك إن إن اللي كينا في الأول في إن كان لليز كان جمعا معايا وكتقرم جمعا إينيستواغ هادي مثال إينيستواغ ولكن أش ما تنطقاش سمعوا إينيستواغ ما كيناش أش وخم كتوبة ما تنطقوهاش إينيستواغ هي قصة هدهودن الهدهود هو نوع من الطيور الهدهود طائر معروف طائر الهدهود بالفرنسية اسميتو إيب لاحظوا معايا أش حدها إي ما قريتهاش هيب لا قريته غي إي أش ما كنتقاش إيب إيب هدهودن أغلاج أغلاج هي ساعة ساعة دي الحائل أو لا ساعة دي المنبي اسميتها بالفرنسية أغلاج إذا لاحظوا معايا أش حدها أو ما قريتهاش هغلاج خاطأ هغلاج خاطأ كنقروها أغلاج أش وخم كتوبة ما تنطقاش نطق غي لفوية اللي حدها أغلاج ساعة يقرأ الرجل قصة لأبنائه أو للرجل يقرأ قصة لأبنائه عند الرجل تقرأ قصة أو لحكاية الأبناء دياله لوليداته إذا لاحظوا معايا الكلمة الأولى النوم النوم هو الرجل إذا لاحظوا هنا كيناقش منطقتهاش أن هذي كأن اللي كينا في الكلمة الأولى فأن درت لالالي يزمع الكلمة لحدها ربطها بها أن ضفط لها أو النوم جمعتين مع أو ولكن أش منطقتهاش النوم اللي يقرأ إسطوار إسطوار هي القصة كيف ما شفنا في هذا الدرس أو الرواية كي قرأ قصة أسيس أفن أسيس أفن يعني الأطفال ليا لوليداته النوم لإنسطوار أسيس أفن إذن كان هذا الدرس الثامن من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية الحروف الأبجادية الفرنسية اليوم تعرفنا الحرف أش لالاتخ أش الدرس الجاي إن شاء الله اللي غيكون الدرس التاسي في هذا السلسلة هنشوفه فيه لالاتخ إ حرف إ فويل ماشي قنصون إ فويل كيف ما قل لكم عنده الدور ديالكسرة في اللغة العربية إذا الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نقرأ لالاتخ إ إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على تتابعكم وما تنساوش لايك الفيديو وتشاركوا في القناة وشكرا دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة